معنا من بيروت مدير مركز مشرق لدراسات الاستراتيجية دكتور سامي نادر دكتور سامي أهلا وسهلا بك دائما معنا على سكانيوز عربية يعني مع تحذير وزير الخارجية الفرنسي أكسيوس تكشف عن إطار ربما يمكن التواصل إليه في الأسبوع المقبلة لاتفاق بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله بداية ما الذي تغير وأي من الاحتمالين يرجح مع كل التطورات؟ يعني الذي تغير في الطرح هو تطبيق جزئي للقرار 17-01 لأن القرار 17-01 ينص على انسحاب القوات حزب الله وكل القوات المسلحة إلى شمال الليطاني أن تكون هناك نوع من المنطقة العازلة بعرض 30 كيلومتر خالية من أي وجود مسلح غير شرعي باستثناء الجيش الليطاني هذا الاتفاق يتكلم عن 8 إلى 10 كيلومترات وبالتالي أيضا في نص القرار 17-01 تسكير بالقرار 15-59 الذي ينص على إزالة سلاح كل الميليشيات وبالتالي هذا الاتفاق لم يأتي على ذكر أي من هذا الموضوع وبالتالي بإمكان حزب الله وفق النصوص أن يحتفظ بسلاحه لسيما الصواريخ لذلك هو اتفاق بالحد الأدنى يذكر كما تفضلتم بالاتفاق الذي حصل عام 1996 أسر عملية عن ناقيد الغضب والذي يأتي بضمنات دولية هذه الضمنات الدولية هي ضمنات شفاهية يقابلها التزام لمساعدة لبنان اقتصادية ولكن المهم في هذا الموضوع إذا تم قبول هذا الطرح يعني أن حزب الله تخلى وأسقط مبدأ هو مبدأ ربط السحاق لأنه منذ اللحظة الأولى حينما فتحت هذه الجبهة كانت الذريعة الأساسية أو المنطق الذي يقدمه أن العملية مستمرة طالما هناك حرب على غزة وبالتالي السؤال هل سوف يتم الالتزام اليوم بمنطق فصل الساحات وبالتالي الفصل المصار اللبناني الإسرائيلي عن المصار الفلسطيني الإسرائيلي فإذا ما كان هناك التزام يعني أن هذا الاتفاق لديه حصوص كبيرة بطر ساني هنا الموضوع أيضا بما أنك ذكرت هذه النقطة ليس فقط حزب الله الذي كان يرفض أي حديث عن أي اتفاق بشأن أي موضوع طالما أن الحرب مستمرة في غزة حتى كان رئيس الحكومة الأجيمي قطي يتحدث تقريبا من نفس المنطقة عندما قال أنه من غير المنطق اليوم الحديث عن أي اتفاق هو ربما كان يقصد فقط ترسيم الحدود ولكن أيضا كان هناك عمليا إجمع على أنه ولا أي انتفاق مع إسرائيل في ظل الحرب وبالتالي هل هناك أي بادرة أو نفهم أي شيء خفي ربما لم يعلن كي يتم الحديث هذه المرة بهذا المنطق المختلف هذا سؤال مهم كان هناك تخبط كثير وما زال في موقف الطرف اللبناني الرسمي يعني طارة يربطون ما يحدث بالحرب الدائرة في غزة طارة أخرى يتكلمون عن اتفاق مع إسرائيل على الحدود وهنا بس مجرد التذكير أن هناك اتفاق وقع عام 1949 اسمه اتفاق الهدنة ليرعى هذا الموضوع كانت هناك إشارة بالعودة إلى السؤال التي تفضلت به كانت هناك إشارة صدرت منذ يومين عن الطرف الإسرائيلي التي تبدي استعدادا بالنقاش حول بعض النقاط هناك 13 نقطة هي موضوع ترسيم الحدود البرية وهنا لابد من التذكير أن لبنان وإسرائيل وحزب الله من الطرف اللبناني قد رسم الحدود البحرية وبالتالي كانت هناك مجهود قام به السيد هوكستين لترسيم الحدود البرية وإنهاء يعني مسألة نوع من شبه تطبيع بين لبنان وإسرائيل على الأقل على المستوى الأمني عاد هذا الموضوع إلى الواجهة في الفترة الأخيرة وكان هناك عن 13 نقطة لابد من حسمها 13 نقطة برية من أجل ترسيم هذه الحدود في الفترة الأخيرة أبدأ الطرف الإسرائيلي استعدادا هذا يلاقي ما تفضل به وزير الخارجية اللبناني عن سعي لحل مستدام فهل هذه الموضوع ترسيم الحدود البرية مطروح بشكل جدي كمقدمة لحل مستدام يعني الاتفاق الذي أعلن عنه أكسيوس لم يأتي أبدا إطلاقا على هذا الموضوع ولكن قد يكون موجود وغير معلن عنه في كواليس هي أيضا نقطة لافتة أيضا إذا ما تحدثنا دكتور سامي عن أن يرسل الجيش اللبناني مباين 10 ألاف إلى 12 جنديا لبنانيا من الجيش اللبناني إلى المناطق الحدودية كان هناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية اللبناني بأن الجيش اللبناني لا يستطيع حماية الحدود وأيضا يعني كيف يمكن أن تكون هذه المساعدات الدولية تصب في تمكين الجيش اليوم من فرض وجوده في هذه المناطق من الملفت أيضا أن هذه الدول الغربية هي دول معظمها مشاركة في قوات اليونيفل قوات الدولية الموجودة على الحدود أنا لا أستبعد أن يصار إلى تعزيز وجود هذه القوات وزيادة إمكانيات الجيش اللبناني علما أن الجيش اللبناني لديه إمكانيات وقد برهن عنها في فردخل الأخيرة خلال معارك عرسال ومعارك نهر البارد وبالتالي لا ينقصه أبدا العتاد ولكن قد تنقصه اليوم بسبب الأزمة المالية بعض الدعم المالي من أجل تأمين رواتب عناصر الجيش اللبناني وهو مجهود تقوم به جزئيا الولايات المتحدة الأمريكية ربما الأمور ولا أستبعد أن تكون الأمور أو الحديث عن مساعدات اقتصادية مقصود بها مساعدة الجيش اللبناني من جهة ولكن أيضا مساعدة ودعم الاقتصاد اللبناني ولكن دعم الاقتصاد اللبناني يبقى مرهون بعودة الحياة الدستورية والحياة المؤسساتية إلى طبيعتها بدءا بانتخاب رئيس جمهورية للبنان ومن ثم تشكيل حكومة وهذا أمر حتى الساعة غير موجود لأن تعطيل سيد الموقف ولبنان شبه دولة معلقة طيب اليوم هل يمكن القول بأنه مع تفاصيل مثل التي ذكرت بأكسيوس أنه عمليا اقتربنا من أي نوع اتفاق يجنب لبنان تبعات ما يجري في غزة لأنه يتزامن هذا الإعلان مع حديث عن هدنة مرتقبة بتفاصيلها الأخيرة يبدو مع زيارة بلينكين إلى إسرائيل اليوم هذا صحيح يعني ما يعزز اليوم من إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق أن كافة القوات بحاجة إليه وأصبحت منهكة من جهة لبنان منهك اقتصاديا وبالتالي هو بغنى عن سيناريو مشابه لحرب 2006 التي أطاحت بكافة البنى التحتية والتي كانت كلفتها طاهزة ما بالك اليوم ولبنان يعاني من انهيار اقتصادي حقيقي الطرف الإسرائيلي يواجه ضغطا كبيرا على الأقل على مستويين مستوى الأهالي المخطفين الذين يطالبون بتغيير أولويات الحرب وأولوية إخراج الأفراج عن الرهائن وثانيا المسألة المهمة جدا سكان الجليل الذين هجروا بيوتهم ويريدون العودة إليها ولكن طالما التهديد الذي يشكله حزب الله قائم لا يريدون العودة وبالتالي هذا الطرفان اليوم بحاجة إلى تسوية بالحد الأدنى تحفظ مع الوجه وبالتالي تجنب أثار حرب مدمر ما العامل برأيك الذي يمكن أن يحسم التوصل وتوقيع مثل هذا الاتفاق؟ أعتقد إذا تم الاتفاق بشأن غزة والأفراج عن الرهائن هذا سيشكل حافزا كبيرا لدخول هذا الاتفاق حيث التنفيذ لأن قد يكون إيران قد ربطت بشكل غير مباشر مسألة ربط الساحات وهي تعول على عدم انهيار حماس بشكل كامل الأمر الذي يمكنها من أعلان نوع من الانتصار في النهاية شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور سامي نادر مدير مركز مشرق للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك